هذا هو ملع عيالات للحادقات هذا هو مره الحرّة لا يوجد شم واللحنوت يجب أن تبسي عليك تصد عليك الله يعاونك لأنت ولا يبيع عشرة ديالك تصد لباب يجب أن يصلي فيهم الشبهات لا يمشي لهم سوف يجب أن تطع علم رجل هافين أنا سوف يجب أن أمي وأنت سوف يجب أن صاحبتك تقدر أن تليف أمك ينفل لنا ما كيناش هذا هو مشاكل يدخل الشك الصدق مهم في الحياة الزوجية وحتى أنت الرجل فاش كتطلب منك شي مرتك شي حاجة سيساعف معها ما تخليهاش تقدب عليك ما تخليهاش تسرق ليك طلبت منك شي حاجة قليلة أعطيها كين بعد رجالتا وما الفلسل موبين ولا تخالفه في نفسها المرأة ساتر العرض ديالها لبس الحجاب ديالها لا تخرج متبرجة لا تخرج إلى أماكن الشبهات لا تخاطب الرجال إلا عند الحاجة وإذا خاطب دم تخاطبهم يعني بالقول الخشين تطبيقا لقول الله عز وجل فلا تخضعن بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وفي ماله كذلك رزقه الفلس دياله يعني المرأة اللي أخلى الرجل شي حاجة كينقها بلاستها يعني أعطاها شي فلوس كتقتصد عليهم أعطاها شي أمانة كتحافظ عليها ماشي بحالة بعد النساء والعيوذ بالله كتلقاهم يعني مضيعات اللي شارة فيهن والعرضيهن ولأموال أزواج حالة محدة خرجت على رجلها كثرت الكريديات كثرت القرعات كثرت المشاكل شد الكريدي بغناء الطوبيل كريدي بغناء الضال كريدي غرقات الرجل المرأة الصالحة تنظر إلى الأمور بميزان الشرع ماشي العبرة والكترو لا العبرة وتكون الأمور فيها البساطة وتكون القناعة شكرا